قال رئيس السيسي إن مبادرة إنهاء قوائم الانتظار شملت نحو 1.9 مليون حالة ووجه رئيس السيسي الشكرى للمنظمات المجتمع المدني والهيئات التي تبرعت بأكثر من 4 مليارات جنيه لكي يتم تقسيصه 20 مليار جنيه الخاصة بقوائم الانتظار مبادرة قوائم الانتظار يعني مش عايز أطيل عليكم لكن عايز أقول إنها لمعارضت علي المبادرة دي من 4 سنين تقريبا كان الكلام على 12 ألف مش كده يا دكتور مصطفى كان 12 ألف النهاردة احنا بنتكلم في 1.9 مليون خلال 4 سنين وجسعتها كان الرقم اللي موجود لتخطيط هذه القوائم كان رقم أقل من يعني الدكتور خالد قال 15 مليار هم 20 15 من الدولة وورده هنا لازم أشكر من نظامات المجتمع المدني والهيئات اللي تم قدم التبرع بحوالي 4 مليار جنيه عشان تحقق تغطية الـ 20 مليار جنيه بتوعقام الانتظار إذن المبادرات هي أفكار بتحاول تحل يعني تحديات صعبة عشان تحسن من حياة الناس من منظور صحي يعني عشان تحسن من اشتركوا في القناة